مشاهدي الكرام الأكارم في كل مكان أهلاً وسهلاً بيكم وحلقة جديدة من برنامج العطار الطب البديل هو طب التجربة والخبرة والأسس التاريخية القديمة ويعتبر التداوي بالأعشاب من أقدم أنواع الطب البديل فقد استخدمه الفرعنة والإغريق واستخدمته حضارة اليمن القديم وحضارة بابل القديمة ومعنا اليوم كي نعيد جانب من هذا التراث العظيم ولكن بأسس علمية وتجارب حديثة مزجة الماضي بالحاضر والخبرة بالعلم وهو من هؤلاء الذين بريعوا في هذا المجال ومشهور بلفظ أو مصطلح العطار معنا ومعكم الدكتور سالم العوضي الخبير خبير الأعشاب والباحث في علوم النباتات الطبية أهلاً وسهلاً بيك دكتور أهلاً بحضرتك أهلاً وسهلاً منورنا ومشرصنا ويعني أسعدت المكان والزماء الله يصحيح لك يا سيد عبد الله يبارك في عمرك دكتور مبارك فيه يعني النهاردة هنتكلم عن الطب البديل وحنركز على نبات البقدونس إن شاء الله ففي البداية يا دكتور عايزين نعرف يعني نبات البقدونس إيه كلمة البقدونس دي طب بس الملحوظة بس أصلاً كل ما نروح في حتة دايماً لناس تكتب كتب تكتب تقولك إيه مثلاً الطب البديل العلاج بالطب البديل هو ما فيش حاسمها الطب البديل أصلاً خالص أم الله هو اسمه الطب اللي الطب أصلاً نشأ على سطح الكرة الأرضية زي وزي أي صنعة بتبدأ وتدريجياً وبعدين بتنتهي للتقدم العلم الرهيب اللي حضرك شايفه ده احنا بنقوله الطب البديل ما كان الطب الحديث هو كله طب يعني أنا مثلاً أو سلسلة منه خلق روحت لدكتور كشف له كتب لي ده وده اسمه إيه طب ماشي؟ أنا بقى إيه ما لاجتش علاجي في الأضوية اللي بكاترة كتبتها فبتبتدي أبحث عن الطب القديم وبتدي إيه ألجأ له يعني الطب البديل ده اسمه الطب القديم اللي هي طرق القديمة في التداوي بأعشاب يعني الطب البديل يا دكتور مش اللي هو الطب الأعشاب عاصل كلمة بديل يعني مثلاً الطب الموجود ده الوقت وحش وده البديل بتاعه إنما لا الطب الموجود حالياً ده وقته لا يمكن أي حد يستغنى عنه بس عشان اللي هو بالأعشاب بالتاني الطب الكيميكال أو الطب الكيميكال وفي نفس الوقت ده الطب القديم اللي هو أقلت النسبة الزمان نعم ماشي عليه يعني سنة 1964 مزان نظمة الصحة العالمية لها نظام ماشي عليه أي مرض بيكتشف حديثاً بيبتدو يعملوا عليه تجارب لغة لم يعلجوه فلما بيلاجوا مثلاً مرض ومش لاجين له علاج يبتدوا يرجعوا الكتب الطب القديم اللي هي ابن سينة وابن البطار والناس دي كل ليه بجأي السبب لأن الناس دي ظهرت في فترة كانت فترة تعتبر متقدمة وحديثة فجمعوا الكتب القديمة جداً جداً وبدأوا يترجموها للغة العربية وللإسلام فما كان نافع منها فأيدوه وما كان خطأاً فصححوه فبدأت هما يعتبروا حفظ التراث الإنساني كله على مستوى العالم في مجال إيه؟ مش في مجال الطب بس مجال الطب والكيميا والفلسفة والفيزياء كان لهم دور جميل جداً اللي هما العرب القدماء المسلمون فيه على مستوى العالم يعني هما نفعوا البشرية كلها حتى حفظوا يعني الكتب بتاعت أرستو وأفراطون كانت ممكن الكتب دي كلها ضيئة لولا المسلمين حفظوها وسجلوها وكتبوها وكمان لو كلابوها صح كانوا بيعتزوا بالكلام اللي ده يقولك سبحان الله هؤلاء الناس الكدامى كتبوا كلام جميل جداً ويأيدوه طيب لو لو مخلف للإسلام يصححوه طيب من ضمن بجأة حالياً دلوقت اسمه إيه؟ الطب العربي القديم أو طب القديم بصفة عامة على مستوى إيه؟ البشرية كلها طيب لما ده مش في عربي بس يا دكتور موكم من أيام الفرعنة برضو من أيام الأغريق وزي ما قلنا في المقدمة احنا مرة إن شاء الله نعمل حلقة عن علم اللغة يعني نتحدث فيها على إن أصلاً أصل اللغة كلها كانت وحدة كانت كل اللغة على مستوى العالم وحدة وربنا صحوه الله تعالى خلى اللغة دي اختلفت من بعده الطوفان فهنبنا نعمل نتكلم بالتفاصيل في الوضع لكن نتكلم بلوقت فوادي البقدونس البقدونس بقى دكتور إيه مصطلح البقدونس طبعاً حضراتك إنت لما تجي تبحث عن البقدونس دي هو يقولك دي كلمة عجمية وهي أصلاً مش موجودة في اللغة العربية خلص خلصها في قومس اللغة العربية مع العلم إنها مسجلة على الحوائط الفرعونية على الحوائط الجدران اللي هو الفرعنة القدماء موجودة وكان اسمها بقدونس وكانوا بيعالجوا بها باستخدامها في العلاجات طيب هما هي مكتوبة بقدونس قديماً وإلى الآن ما زالت اسمها بقدونس دا يلجأك لأنك تفكر إنها هي لغة عربية أصلاً فصحة ولكن هي لا فيه أساليب في اللغة بتكتب بها الكلمة زي كلمة مثلاً بغداد أصلاها إيه؟ أصلاها قرية اسمها باب بلد الأجداد في بلد في العراق اسمها بلد الأجداد هما بقى بيختصوا لكلمة بلد وحطوا لها بأبس بقى تسمها باجداد فلما إيجا أبو جعفر المنصور حبي يبني القرية ديت وخلها عظيمة ومتطورة جداً جداً فمفرد أجداد إيه؟ جد طبعا أنا أعز أخليها الغد عشان تبه بلد المستقبل فبسمها إيه بغ بلد الغد اللي هي بغ داد فهمني؟ يعني هو كلمة البه بترمز لكلمة بلد فحط الباق وبعدين جمع كلمة غد أغداد فبدا اسمها بغداد تمام كده؟ فالباق دونس فضل دكتور محمد تفضل صحياتي للدكتور سالم المتعلق وبنورة جاء كلها دكتور سالم الله برك فيك الله يصلح لك دكتور محمد الجزيزي عاودي نأخذ من خارج اللغة في الهانة بتاكي الطبية والأحيان بتاكي الطبية بتاكي الطبية في النطب بتاع اللغة وكده وده ممكن نخذ لك غلطة تاكي في الموضوع ده ممكن ده تتكلمني من خارج اللغة في العشان الطبية ولا؟ مش موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه اربع ساعة مرة ان شاء الله هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن فوائد البقدونس نجد كلامنا دكتور المشاهدين الكرام في كل مكان يعني تواصلوا معنا وتواصلوا مع الدكتور سالم في كل ما لديكم من استفسارات على الأرقام المبينة على الشاشة دكتور سالم كلمة الباق دية مضافة بترمز لكلمة بلد هي اللي اسمها بلد المقدس يعني أول ملاجه العشبة دية موجودة ومنتشرة وموجودة كتير خالص خالص فرحهم سميني القرية اللي ظهرت فيها كده رحهم زي مثلا كلمة ايه صفت معناها كلمة مكتوعة فتلاقي كلمة صفت دي مذكورة في البلد كلها كده صفت الحنة عشان كانت مشهورة بزرعة الحنة طيب برضو بطريقة سريعة عشان وقت الحنة طريقة سريعة الباق بترمز لكلمة بلد والنون مضافة في كلمة قدونس دي النون مضافة زي كلمة عن طره هي اصلاها عترة واضفنا لها النون فبقى عن طره خد بالك من نغة اللغة الإنجليزانية اسمها friend هي اصلا مضافة نون لو شنا النون هتوب كلمة فارد خد بالك من حتة دي مركز نرجع من البقدون استاذ كلمة فارد لو حطنا لها نون بغا تفرند اللي هي الكلمة الاجنبية اللي هي معناها صديق هي اصلا كلمة فارد باللغة العربية بس مضاف لها نون فبغا تفرند هنا بغا بقدون هي اسمها بلد المقدس ضفنا لها النون في النص تدها فخامة وتدها اهمية وتدها ايه تخلي الناس تنتبه لها لان النون في اللغة العربية دي لها احكام اسمها احكام النون السكنة والتنوين ما شاء الله عليك يا دكتور يعني عدت جمع بين المصطلحات العربية والبقى هنا بترمز لكنه متبلد المقدس اللي هي بلد بقى دونس عشان خاطر ايه ننتبه له وناخد بالن ان الموضوع ده اصلا مهم جدا جدا انه هو نبات المكدونس المكدونس دوة اصلا كل ما اسمها من النباتات العطرية اللي هي فاتحة للشهية ويتيمها على المزاق جيد لكل الاكلات ونحطها على اي اكل على المحش على الرز على على أي حاجة بتلاقي طعامها جيد جدا جدا يعني هي من محسنات الاطعمة جدا وفي نفس الوقت تستخدم كمد حفظة في الأكلات يعني ممكن نحطها على السمك نحطها على اللحوم تحفظها فهي مد حفظة في نفس الوقت هي بتصنف من النباتات العطرية لانه الزيت بتاعها هي طري رحتها جميلة جدا وكويس يعني فيه زيت اسمه زيت البقدونس زينة البقدونس لو احنا عصرنا زيت البقدونس ده وخدناه حطناه منه على الشعر يلمع الشعر وعمل ريحة طيبة للشعر وفي نفس الوقت يغزيه لانه غني بالفيتمينات وبالمعادن وكل البصيلة بتمتص الغزاء اللي موجود في زيت البقدونس فيخلي الشعر يطول وينعم وبا كويس طب لو انا استخدمت الزيت دوت للبشرة الزيت نفسه للبشرة يشيل الهات الصمرة والنتوقات وحب الشباب يعني زيت البقدونس يستخدم كماسك للبشرة الوحد انا اجيب بوقتنا كده مثلا وابدين اعمل سأساء وادلك بيها خل البشرة تفتح لانه جميله كويس يعني انت بتنصح سادة المشاهدين والمشاهدات باستخدام مصق زيت البقدونس لتلميع البشرة ومصق لها ونظرتها في ناس بشركات بتعمل تيكت وتعب العبوات وبزيت مخشوش لو اصلا احنا عصرنا زيت البقدونس الحقيقي واستخدمنا للشعر اتلاقيه جايب نتاج رائبة للشعر المشكلة بقى ممكن انا اقول ان زيت البقدونس مفيد للشعر دي اول مرة الناس تعرف ان البقدونس كزيت مفيد للشعر الناس روح تجيب زيت الناس تدوم اي زيت وخلاص والسلام يجي استخدموه لقوه ما بيجيبش نتيجة فتعزف الناس على استخدام زيت البقدونس ولكن اذا الناس استخدمت الزيت الاصلي هيتلاقيه لما على الشعر وخلى الشعر ممتاز جدا ممكن تنصح السادة المشاهدين ان هي تاخد البقدونس تعصره مثلا في سرجة او في معصره وتستخدمه الموضوع صعب لان هي مثلا عايزة تشتري بقدونس بعشرة وعشرين جنيه بتلاتين جنيه عشان تروح تعصر في معصرها دي عايزة مثلا مية طن غزة مية كيلو عشان تعصره ولا هت عشر كيلو عشان تعصرهم هيصرف عليها كتير وفي نفس الوقت هي بس لو واسقة من واحد ان هو امين وكويس تشتري منه طيب انت عارف انا بس البقدونس ده لو جبنا خرطناه زي الملوخية بالظبط وصغرناه خالص او حطناه في الخلط وضربناه وطلعناه زي العجينة كده وروحنا حطناه مسكه على البشرة يعني لو فيه حب شاب ينشفه ولو فيه هلات سمرة يشيلها ويعمل نظرة للبشرة لو احنا كل طالها تربع تامي البنات اللي هي عايزة تهتم ببشرتها وبشرتها دهنية وفها بثور تحط الخليط ده اللي هو ايه اللي هو عجينة البقدونس اللي هو لغضة فيه ممكن اضيف عليها تحط عليها معلاجة ميت ورد ومعلاجة زيت لوز مر وتجعجناه ومحطامه على البشرة وصديجنة احسن وتروح تعمل ليزر لبشرتها او تعمل تفتح للبشرة او تستخدم اي كلمات ده طريقة بسيطة وجدا وسهلة وجودها في كل البيوت طب والعجينة دي يمكن استخدامها للشعر كمان يا دكتور ممكن بقى بس اجيب مثلا وليكن 100 جرام بذر الكتان واجيب ربطة ربطة البقدونس اخرطها واضربها في الخلاط واطحن الكتان ده وحطهم هما الاتنين وبعدين حطهم اطبخهم على النار كأنها زي الواحدة اللي بتعمل الملوخية كده تصب عليهم مية وتصبهم يغلوا على النار بغير لما تحس ان هما عمين زي الجيلة كده وبعدين تجي حطهم على شعرها وربطها وسيبها تلات ساعات بعد تلات ساعات بالزبط وتشطف شعرات ليه شعرها ناعم زي دول الحصان النعم الحرير بسبب اللي ايه البقدونس مع الاغدر مع بذر الكتان طيب نرجع ونشوف فوايد البقدونس لمرضى الكلة دايما اقترن البقدونس بامراض الكلة يقول لك ده فلان عنده حصوة خلاص اشرب مية بقدونس او منقوع البقدونس عايزين نعرف هارفه ازاي هو اصلا فيه مواد مؤددة للأكسادة فهي سبحان الله انت لما تغلي البقدونس او تاخد البقدونس الاغدر ده وتغليه هو الوحده كده بس وتشربه بيعمل على تنشط الكابد وفي نفس الوقت بيعمل على سهولة تحرك الدم في الدورة الدموية مما يساعد على تقليل الضغط يعني تشرب البقدونس يجلل لك الضغط لو الضغط مرتفع وفي نفس الوقت بيجلل نسبة الدهون السلسية والكلسترول لانه مضد الأكسادة يحرق ده هو اصلا من العشاب الحارة الحارة يعني هو فيه خاصية بيحرق الدهون يعني مضد لها بيقومها ما بيخلهاش ترسب في الجسم اللي تتقوم فيه والأملاح اللي موجودة في الكلة هي عبارة عن أملاح متجمدة ايه اللي يدوبها وايه اللي ينشط الكلة المغلي البقدونس ده اخد البقدونس يغليه واشرابه طب هو فيه طريقة برضو حلوة جميلة جدا ان انا اجيب مسلا معلاجة طب ناخد الطريقة دي بعد ما ناخد الأستاذة شادية أستاذة شادية سلام عليكم انقطع الاتصال عاودي الاتصال بينا يا أستاذة شادية هنجيب مسلا مسلا البقدونس خروط حطها شوية صغيرين كده يعني مسلا بالويام كده كبشة باليد كده شوية وحط عليها معلاجة زيت زتون ومع علاجة خلت وفاح يكون عضوي اللي هو الأصل الكويس وبعدين اجيب خيارة جتحطت صغيرة وفصتهم وحطهم كلهم مع بعض مع كوبات مية دافية كوبات مية دافية أو ساخنة شوية وضربهم في الخلاط واشرابهم كل يوم الصبح هيعملوا ايه بقى؟ بعملوا ملين طبيعي للجسم وينزل المية اللي هي في الجسم اللي انسان تساعد على قدر البول وتقلل نسبة الأملاح واليوريك أسد من الجسم وتنشط الكلة جدا جدا وفي نفس الوقت مع كل ذلك بتساعد الجسم العضم على انتصاص نسبة الكالسيوم اللي موجودة في الجسم بسبب ان احنا خدنا الخلط ده الصبح وتلاقي طول النهار نفسك ايه حسس بان انك انت رايق لان المشروب ده بيساعد ايضا على الهضم اللي بياخد او بيشرب منقوع البقدونس او مغلي ماء البقدونس يا دكتور بيشوف النتيجة دي بعد قد ايه من استعماله يا ايه ايه عشبة انت فيه عشاب ممكن تشربها ده انك السبوع ما تحسش بنتاجتها لانها بتبقى طبيعية ونتيجتها بطيئة وبعدين اما فيه عشاب اول ما تشربها تحس انها بتديك نتائج سريعة من الاشياء اللي بتدي نتائج سريعة جدا البقدونس ده في ساعتها بعد ساعتين تلاقي تحس لو انت عندك حموضة تلاقي الحموضة راحت لو انت عندك تقلصات في البط تلاقي تقلصات راحت لو فيه امساك وتشربت البقدونس تلاقي الامساك راحت لو انت اوكل واكل اكل دسمة اوكل مثلا دهون كتير ولحوم وكبد وكلام من ده لازم تاكل معها بقدونس انا قلت الناس بقى العشبة المقدسة لازم اصلا دايما الاكل بتاعنا كل غدا فطار عاشة يبقى ورج البقدونس ده موجود معنا على طول لو واحد جالك ده ساني عندي القولون والبقدونس يتعب بالقولون ده هو اصلا مفيد جدا وبيرايح القولون ثم انه بيساعد على تقليل نسبة الحموضة في المعدة وبرضه ايضا في نفس الوقت هو على فكرة بيقضي على الميكروبات والفيروسات الضرة بالجسم وبعض الديدان يعني امتى دكتور بتدينا صيدلية كاملة ببلاج لما نسمت العرب الكدماء خالص سموا البقدونس بقدونس مش دادش الكلمة من فراغ بقى دونس يعني اهتموا بيه ده هو العشبة المقدسة اللي انت اصلا لما تشربها على طول هتعمل هتساعد على منع الشيخوخة من جسم الانسان تعمل نظارة في البشرة مستمر في نفس الوقت بتكون نظر لانه اصلا فيها فيتا من ايه سي وجين الفيتا من سي ده اصلا بيقوي جهاز المناعة جدا جدا يعني هو اقوى من الليمون البقدونس اقوى من الليمون واقوى من الايه من البرتقون وفيه وقوته قريبة من نبات المورنجة يعني هو اصلا المورنجة غنية برضو بفيتا من سي ده برضو غني بفيتا من سي جدا جدا أشرب باكدونس على طول جهاز الملع عندي قوي وفي نفس الوقت بتجلل نسبة مادة الجيلوكوجيني اللي موجودة في الكبد وفي نفس الوقت بتنشط عملية الهض والجسم طب مداما ذكرنا الكبد بقى دكتور الماكدونس مع مرضى الكبد ومرضى فيروس بيو سيك يعني تنصحهم بيه أي واحد عنده حصوات في المرارة لو وزب على شرب نبات الباكدونس باستمرار هو بدي جرعة تنشطية يعني شرب الباكدونس بدي جرعة تنشطية للكبد عشان الكبد يشتغل على أحسن معدلة له فهو أصلا منشط للكبد والكبد لما يكون متنشط لا يمكن أبدا تلاجي واحد عنده الكبد نشيط وعنده أصلا إيه حصوات في المرارة إن الحصوات المرارة دي يعتبر إيه كالسيا اسمه دهون ثلاثية مترقمة في المرارة ومتجمدة مع بعضها البعض أنا عايز أعمل لها إذابة أقول إيه اللي يزوبها اللي بيزوبها أصلا الكبد لما يتنشط يزوب المكون الدهون الثلاثية اللي موجودة متجمدة وموجودة في المرارة أشرب الباقدونس يعمل على إذابة الحصوات اللي موجودة في المرارة في بعض الناس بتطلع تقول أي كلام في الإعلام وبيتلخبط في الكلام وبتوبها مش فاهم حاجة يقول لك لا ده الباقدونس مفيد لحصوات المرارة ومشفيد لحصوات الكلة أصلا إحنا على مدار تاريخ المشاريع كلها أي حد عنده حصوات في الكلة واشرب لها المشروب الباقدونس اللي جهة عملت على إذابة الحصوط اللي موجودة في الكلة وعملت على اضرار البول وكده. طبعا انا لو عاوز اعمل حاجة جميلة جدا. اجيب مسلا ورج الباجدونس الاخدر لانه هو اخدر مفيد اكتر لما ينشف ده بالذات لازم لما تنشفه فايده بتجل. لازم يكون اخدر. اجبتوه حيطة صغيرة خالص واجيب صمغة عربي. اطحنه مع الخليط ده. وحط عليهم مياه مغلية واشربه. يعمل على ايه? اضرار البول. تنشط الكلة. ازابة الاملاح واللي موجودة في الكلة كلها. بجماعة نوحة اخد بالك. اه فضل. طيب اه كده احنا اتكلمنا عن المرارة. عايزين نتكلم عن الكابت بقى دكتور. اه. بص الكابت ده عبارة عن اه غرف صغيرة. ببقى موجود فيها بعض التراكمات اللي موجودة اثناء تفاعلات اللي بتتم في الكابت. دي حصل تراكمات موجودة في الكابت. الكابت لو تراكم وزادت فيه الدهون والكلسترول والدهون السلسية. تلاقي بقى اسمه ايه? كابت دهني. انا عايز بقى ايه? احرق الدهون اللي موجودة على الكابت دي. اقضي عليه. استخدم بقى ايه? انا طبعا بحب اركز على العجبة اللي احنا بتكلم فيها النهاردة بس. اخد بقى البقدونز ده واغليه واشرب منه باستمرار. يعمل ايه? ينشط الكابت دي. يخليه ينفض الغبر اللي عليه. ينفض الدهون السلسية والكلسترول. تبسط لجيه فاج الكبد. وبدأ على فكرة لو فيه تليفات بيعيد بناء تليف الكابت تاني من جديد. يعني الخلايا المتليفة تبتدي تتحسن بسبب شر البقدونز. تمام يا دكتور. دكتور سالم العوضي الباحث في علوم الاعشاب والنباتات الطبية. يعني حضرتك شرفتنا ونورتنا وامتاعتنا. وحنكمل بعد هذا الفاصل. فاصل قصير مشاهدية الكرام الاكارم في كل مكان. ونعود اليكم مرة اخر. رجعنا لكم بعد الفاصل. مشاهدية الكرام الاكارم في كل مكان. وما زال حدثنا عن نباتة البقدونز مع الدكتور سالم العوضي الباحث في علوم الاعشاب والنباتات الطبية. دكتور سالم يعني استفدنا منك كتير. والحلقة وقت الحلقة قصير جدا. ولكن حسألك في عجالة اخر سؤال. عايزين نعرف هل البقدونز بيزبط الهرمونات وديت من الاسئلة الكتيرة اللي جات لنا على صفحتنا على البرنامج. البقدونز بيزبط الهرمونات ولا لا? هو بيزبط الهرمونات يعني لو واحدة في مرض اسمه تكسب لازمة. تلاقي الواحدة تحامل وبعدين تسجط. تحمل وتسجط. لان عندها مرض اسمه مرض القطط. ما بيخليش الحمل يثبت لها في الرحم. ايه اكتر حاجة تقضي على التكسب لازمة وتثبت الحمل لدى السيدات اللي بتعاني من هذه المشكلة. هي انها تشرب بقدونز كتير جدا جدا. يبقى هو هيساعد على تثبت الحمل. ويقضي على مرض التكسب لازم. ده واحد. اتنين بجلب الستات اللي هي بتلاقي عندها هرموني عالف جدا في سدرها. اسمه هرموني البورلكتين. تحس ان السدرها محجر او بيقلمها او فيه اورام بسيطة جدا. وعايزة نعمل تحليل لهزي الاورام التي في السادي ونحافظ على صحة السادي. نعمل نجيب ربطة بجدونس نخريطها حيطة صغيرة كده لغاية لما نعمل زي الملوقية. زي ما انا قلت وتدهنها على السادي بتاعها. اليمتين وتلبس السنتيان بتاعها عليه. هتدوس تلاقي ايه حلل لها الاورام ضماضا من الخارج. ده اصلا يعني يعني عايز الناس كلها اللي بتشتكي من هزا الامر تتجربه. هتلاقي الحمد لله المشكلة اللي في سادي. طب نصيحة اخيرة للحوامل والمرضعات من السيدات. ازاي يستخدموا نباتة البقدونس اه لو واحدة حامل او واحدة بتردأ. سواء دي او ديت هي لو المرضعة شربة البقدونس هو بيزود لها بجل فيتمنة منجانيز وحديد وكلسم وفسفر وده كله موجود في النبات ده. يقوم يطلع الولد صحيته. يعني بيعمل ادرام للبن. اي حب نشربها بتنزل في اللبن. فالولد هيشرب تطلع صحيته جميلة جدا وكويسة. طيب هي لو حامل وشربت. لانها تشرب لان هو بيثبت الحمل. الحد قبل الحمل بشوية تبطل بقى انها عايزة بقى ان ربناس الى وتولد. عشان ما الناس تشرب بقدونس ونعدي فترة تسعة تشهر. طبقا تولد بقى في شهر حداشر بقى. لكن احنا لازم نبطل البقى دونس. في نهاية الفترة يعني قبل مسلا سبعة تشهر ما ايه. يعني اجو ده اشرب تسعة تشهر كده مسلا. الشهرين الاخارة اللي هو دخل على موضوع الحاملة تبتيت تشرب جنزبيل وآآ وجرفة. ده بيساعد على الايه? على نهد ربناس سهل وتولد بصرح. آآ دكتور سالم العوضي الباحث في علوم الاعشاب والنباتات الطبية استمتعنا جدا بحديثك ومعلوماتك الجميلة عن نبات آآ البقى تونس. ونتمنى في حلقات جديدة اخرى. تكلمنا اكتر عن كثير من الاعشاب والطب البديل والكنوز المتفونة. الطب القديم. يعني في هذا الطب القديم. ان شاء الله. الى هنا اعزائي المشاهدين في كل مكان انتهت حلقتنا اليوم على امل اللقاء بكم في حلقات اخرى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.